اشتركوا في القناة النهاردة حقيقية بدون ادنى شك النهاردة دلال بعتت لنا تجربتين حدثوا بالفعل لاشخاص تواصلت معهم شخصيا وبدون ما نطول عليكم تعالوا نسمع التجربة الاولى من صديق الدلال اللي هتحكي وتقول حكاية بتبتدي لما تجوزت وعشت في شقة ايجار لان جوزي مش معاه بيت ملك وفضلنا نتنقل من شقة لشقة وندور على غيرها لما يجي سبب يخلينا نسيبها زي مثلا صاحب البيت يرفع علينا الايجار والراتب بتاع جوزي يدوب مكفينة من ايجار ومصريف فكنا بنتطر اننا ندور على شقة غيرها والموضوع ده تعب لي اعصابي ودايما بفكر في المستقبل خاصة لما ربنا كربنا بانوتة صغيرة وفي مرة كنا مقجرين شقة وفاجأة صاحب البيت جاه لجوزي وقال له سلام عليكم يا حسين انا جيت عشان اعرفك ان باقي شهرين وتنتهي فترة الايجار اللي احنا متفقين عليها اه اه انا عارف الكلام ده حضرتك وكنت جاي لك علشان اجدد العقد بيننا لكن الحمد لله انك جيت ووفرت علي المشوار لان مشغول الصراحة الفترة دي تجديد تجديد ايه يا ابني انا جيت لك بدري علشان اعرفك ان محتاجي الشقة علشان اجوز فيها ابني فجيت لك قبل انتهاء العقد بشهرين علشان تلحق تلاقي شقة تانية ومن بعدها استأذل مننا ومشي مجدبش عليكم انا تعصبت جدا لان موضوع الايجار ده بقى صعب قوي بالنسبالنا وما بنصدق نلاقي شقة ونرتاح فيها لاننا بندور على مكان يناسبنا زي الجيران والمنطقة اللي بتكون فيها الشقة والخدمات الحكومية زي المستشفى والمدرسة واهم شيء السعر المناسب علشان كده بنتعب كتير لحد ما بنلاقي شقة مناسبة المهم مرت الايام بسرعة واحنا بندور ومش لقيين والراجل ما اكد علينا ان احنا نسلمه الشقة في معاد محدد وبقى عشرة ايام وننقل كل حاجتنا على الشقة الجديدة ونسلمه مفتاح شقة لكن انا لسه ملقناش حاجة وفي يوم رجع حسين من الشغل وقال لي بصي انا لقيت شقة في العمارة اللي على الطريق الفاضي في السكنات الجديدة بتقول ايه حسين الطريق الفاضي ده مكان بعيد ومعزول وما تنساش ان بنتك هتدخل حاضنة زي ما اتفقنا علشان لما تدخل المدرسة تستوعب اكتر انا مش ناسي بس لسه فاضل اربع شهور على دخول المدارس خلينا ننقل وانا اوعدك اوعدك ان اهدور على مكان تاني يكون اقرب واحسن من كده لكن خلينا ننقل علشان ادور وانا متطمن انكم مستورين جوا شقة لان ما فيش وقت بقى عشر ايام والراجل هيجي يستلم شقةه وبعدين الشقة الجديدة دي الايجار بتاعها مش غلل درجة وكمان بيقبلوا ان تتأجر بالشهر والشيء ده هيساعدنا ها قلت ايه هقول ايه اعمل اللي يريحك لكن ارجوك دور لنا على مكان تاني علشان مستقبل بنتنا حاضر على خير ان شاء الله وفعلا راح اسينو تكلم مع صاحبة البيت واللي كانت واحدة ستة في الخمسة واربعين من عمرها وقبلت انها تأجر لنا الشقة لكن بشرطين الشرط الاول اننا ما نغيرش فيها اي حاجة وممنوع اننا نعمل اي تصليح في البيت ولو في اي شيء محتاج تصليح نعرفها الاول والشرط التاني اننا ما نفتحش باب الدولاب اللي موجود في الحيطة في الممر لان في حاجتها وما لاحياتش تشيلهم علشان كده لازم ما نلمسهاش لغاية ما تقدر تيجي هيا بنفسها وتشيلهم وتاخدهم احنا قبلنا بشرطها لاننا ما شفناش انها شروط تعجزية او شروط تدول الشك والريبة المهم جوزي جاب عربية ونقلنا العزال بتاعنا وروحنا على الشقة الجديدة واول ما دخلت الشقة وشفتها بصراحة كان فيها شيء غريب يعني كان بيت معفن شوية وعلى الحيطة كان فيه سواد كأن المكان عمره متنظف وهنا بصت لي صاحبة البيت فورا وقالت لي ده بيتي اصلي كنت عيانة شوية وما عنديش حد يساعدني علشان كده قررت اخليه للإيجار وروح اسكن عند بنتي علشان تاخد بلها مني اصلي بنتي عيشة في منطقة بعيدة عن هنا انا استغربت شوية من حجتها خاصة انها لسه في الاربعينات مش ست كبيرة يعني وشايفة ان صحتها كويسة وما فيش حاجة تخليها ما تقدرش تنطف بيتها وتستحمل تعيش في العفن ده كله واللي خلاني استغرب اكتر ان الحي السكني جديد يا دبل عمارة عمرها خمس سنين فازاي لحقت تبقى بالمنظر ده؟ على عموم هي رحت في حال سبيلها وانا قضيت اللي لها دي على اعصابي كنت حاسة بقلق بس فسرته بان انا انسانة مهوسة بالنظافة والترتيب ومنظمة جدا في حياتي ما بقدرش يعيش غير كده المهم لما طلع الصبح خرجت اشتريت ادوات التنظيف والحاجات اللي هحتاجها وبدأت بتنظيف الشقة واسناء ما كنت بنطف شفت على الحيطة حاجة كده زي الكتابة بس مش مفهومة او خربيش فقلت في نفسي هي مكانش عندها وقت تنظف لكن ات كانت فاضية تلعب وتخربش على الحيطة؟ اصلا قلت الكلام ده لان الخربشة مكانتش في مكان يوصله ايد عايل صغير دي تقريبا مرسومة بايد حد فطولي ما شغلتش بالي وقتها وفضلت انظف وفجأة شفت بنتي عدت من جنبي وروحت ناحيتها وانا بنده عليها بقول لها يا روح ماما انت سحيتي؟ ولما دخلت القوضة لقيت بنتي على السرير ومش بتتحرك وكانت بتبص ناحية الحيطة رحت رفعتها وحضنتها لكن البنت ما بتتجاوبش معايا فضلت تبص ناحية الحيطة وبعدين بصت علي وبدأت تتحك معايا زي عادتها المهمة انا اخدتها واكلتها وحمتها وبعدين حضرت العشاء وجه جوز حسين وتعشينا الحمد لله ودخلنا على القوضة علشان ننام فسمعت الصوت جامد في المطبخ كأن حد عمال يكسر في المواعين ويحركهم قمنا علشان نشوف في ايه فوقفت كل الفوضى وحسين هنا قال لي اكيد الصوت مش من عندنا يمكن حد من الجيران اتكسرت منه حاجة اه اه يمكن يمكن وبعدها تجعلنا على القوضة ونمنى وبعد يومين رحسين على شغله لانه بيشتغل في مكان بعيد عننا شوية فبيفضل اسبوع ويرجع تاني بدل ما يفضل رايح جاي على الفاضي وافضلنا طول اليوم انا وبنتي لوحدنا في البيت بس كنت قال انا لان في شوية حاجات لسه موجودين في القوضة بدون ما اوضبهم لان الشقة اللي نقلنا فيها قطين بس وانا كنت بأجر من ثلاثة الاربع قوضة ودي كانت اول مرة اجر شقة فيها قطين علشان كده فضلتلي شوية حاجات فاسبتهم في الكاراتين بتاعتهم وقلت لما تفضي صاحبة الشقة الدولاب ابقى احطهم فيه ومر الاسبوع الاول وما خبش عليكم انا كنت بحس ان مش لوحد في الشقة انا كنت بحس دايما ان فيه شخص بيرائبني او بصراحة اكتر اشخاص مقدرتش احدد عددهم ومن يوم ما اسكننا في الشقة دي ومرتحتش ولا يوم حتى بنتي كانت بتفضل طعاية لوحدها مع انها كانت بنت هادية مش من البنات اللي بيعاندوا ويعيتوا على كل حاجة وكنت بسمع حد بيتكلم من جوة الحيطة اللي في قطي واحيانا بيكونوا اشخاص كتير وكلامهم بيكون مش مفهوم وفيه صريخ وعياط وحاجات كتير ولان فيه جارة سكنة جنبي كنت مفكرة ان الحيطة دي فصلة بيني وبينها والاسوات دي جاية من شاقتها فكنت بهزر مع بنتي وقولها ان الجارة دي عندها ناس كتير ومشغلة مسلسلات في قضيتها ودايما فيه فوضى كده عندها واحنا بنسمعها وفي يوم رجع جوزي ونام في الليلة الاولى وبعد وقت مش كتير صحاني وسألني عن الاسوات اللي بيسمعها فضحكته وقلت له ما تخافش دي من شاقة الجارة اللي جنبنا اكيد عندها حد عيان علشان كده بيفضل يصرخ طول الليل والنهار فنام وما تهتمش بالحاجات دي وانت هتتعود على الامر ده ورجعت نمت وفي الليلة التانية جوز صحي مخدود هو وبنتي في نفس الوقت بالزبط وهنا انا قلت له مالك حصل ايه وراحت شايلة بنتي في حضني وهنا هو قال لي معرفش معرفش بس كان حلم غريب طيب طيب قولي انا اهدي مين فيكم دلوقتي يمكن بنتك هي كمان شافت كابوس اهدي مين بقى فيكم هو سكت واستغفر ربنا ومحبش يعرفني اي حاجة وبعد شوية بص علي وطلب مني ان اجيب له بنته ونخليها تنام وسطينا انا جبتها ولما جيت انام لاحظت انه بيلمس في رقبتها وكأنه هايز يشوف فيها حاجة وهنا انا قلت له مالك مالك في ايه لا 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 مفيش حاجة نامي بس انا انا كنت بشوف حرارتها يمكن على انا من الخوف بسبب الكابوس انا وقتها ضحكت له بابتسامة هزار ونمت وتاني يوم الصبحة واحنا بنتكلم مع بعض قال لي بقولك ايه بصي انا بدور على مكان علشان نقجره وفي واحد صاحبي هرفني ان في شقة صاحبها هيخرج منها بعد شهرين شهرين ونص بالكتير وهنروح نشوفها ان شاء الله طيب على خير ان شاء الله وبعدها هو لما حكته ورحل مكان شغله ولما كنت بودعه لمحت جارتي اللي ساكنة جنبي فسلمت علي وقالت لي ازايك يا حبيبتي نورت العمارة انا اللي ساكنة جنبك لو احتاجت اي حاجة اطلبيها مني الجيران اللي بعدها يا حبيبتي الله يخليكي تستميلي يا حبيبتي انا اتعرفت عليها واستأذنت منها وقفلت الباب ما خبيش عليكم انا شخصية ما بحبش الكلام الكتير والاختلاط لان ما بسقش في الناس اللي معرفهاش وبخاف من التعامل معاهم لكني حسيت ان الجارة دي طيبة وبدأت اتعامل معاها شوية بشوية لكن كل واحدة فينا في شقتها لا انا بروح ليها ولا هي بتيجي عندي بس بنا سلام وخلاص ولان عندها بنت تقريبا في سن بنتي فالشيء ده خلينا قربنا شوية من بعض وفي بنتي كمان سكن تحتنا مباشرة دي بتطلع تلعب معينا كمان لكن انا معرفش امها على عكس الجارة اللي قدامي كانت بتعرفها كويس وبتتعامل معاها واللي فهمته من جارة دي ان الست اللي اجرت لنا الشقة كانت غمضة جدا وبكنتش بتتكلم مع حد من الجرين وكانت دايما وحيدة لكن في زوار معينين بيجولها دايما في اوقات محددة ومفيش غيرها في الشقة ومحدش يعرفها ولا حد بيدخل بيتها ولا هي بتروح لحد المهمة عدت الايام وجوزي بيروح الشغل ويرجع وانا كل مدى بضعف واتعب من غير ما اعرف السبب وبنتي كمان بقت عريفة شوية وبدأت تبعد عني وتقعد لوحدها وما بترضيش تلعب مع صاحبتها زي ما كانت وفي يوم سمعت دق على الباب رحت وفتحت لقيتها جارتي مسكة بنتها ولقيت البنت بتحكيلي بصوت طفولي بتقول لي يا طنت يا طنت احنا عايزين بنتك تيجي تلعب معانا هي ما بقيتش لطي تلعب معانا ليه انا وطيت وبست بنتها وقلت لها يا روحي انتي انا هدخل اجيبها من جوة واخليها تيجي وتلعب معاك وافضلت اندح على بنتي علشان تخرج تلعب لكنها فضلت وقفة وبتبص علي وترجعت ابص جوه القوضة وفجأة راحت ودخلت القوضة كأن في حد نادى عليها انا بصت لجارتي وقلت لها شفتيها بقت عاملة ازاي مش عايزة تلعب عادي عادي يا حبيبتي ده طبيعي يمكن مشتقل باباها ودخلت تلعب معاه جوه تلعب تلعب مع مين اباها مش موجود لسه في الشغل هو بيرجع يوم الجمعة ها 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 طيب علشان هي تعودت عليه يغيب كل اسبوع تلاقيها فرحانة لما شفته ورجع بدري معلش معلش يدخلي وعادي مع جوزك وبنتك وانا هعرف اجر البنت اليومين دول وهنا انا دمي نشف من كلامها هو جوزي فين وشفته ازاي اسئلة كتيرة كانت في عقلي وبعدين استغفرت ربنا واتشجعت ودخلت على شقتي وقلت يمكن بهاي شافت حد من عمار البيت وما ينفعش ان اكشفهم تسدقوا انه مر فترة على سكني وانا مقدرتش اسألها عن سبب الفوضى اللي بسمحها من شقيتها كل يوم كل ماجي افتح السيرة انسى الموضوع واغاير كلامي ما كنتش عارفة بيحصل ايه لكن كنت بحس ان فيه شيء غريب وفي يوم من الايام اتصل علي واحد قريبي واعرفني ان العيلة نويين يجول اليومين دولي خاصة لما عرفوا اني لسه ملاقيتش شقة للاجار غير اللي انا فيها اللي حكيتلكم عنها اللي كان جوزي مستني الراجل يطلع منها لكنه مخرجش منها وجدت ايجارها علشان كده جوزي فضل يدور على شقة تانية ولان الصيف قرب يخلص فعالتي يقرر ان هما تيجولي قبل من تخلص الاجازة انا اتصلت بصاحبة البيت وعرفتها اني محتاجة احط حاجتي في الدولاب لان عالتي جايين والقوضة صغيرة وما ينفعش اخلي كل الكارتين كده في القوضة هنا هي قالتلي حاضر حاضر انا هاجل يومين دول واشيل حاجتي اللي في الدولاب باخدهم مر يومين واتصلت بيها لكن تليفونها كان مقفول فضلت اتصل بيها اكتر من مرة لكن بدون اي فايدة فشافتني جارتي وهنا هي سألتني مالك متعصبة كده ليه؟ بسبب صاحبة الشقة كان بيننا اتفاق لكن هي ما عرفتش تحافظ عليه وحاجت لها عن شروطها وعن زيارة اهلي هنا هي ابتسمت وقالتلي طيب ما تخليهم ينام في القوضة التانية وريحي دماغك قوضة تانية؟ قوضة تانية ايه؟ اه القوضة التانية اه بس يمكن جوزي يكون موجود بس عندك حق انا هخلي جوزي والرجالة يناموا في القوضة الصغيرة وانا والستات ننام في قوضتي وخلاص هي كلها يومين تلاتة ويمشوا مالك يا بنتي ما هم التلت قوض مش هيكفوك ليه؟ تلت قوض ايه؟ الشقة بتاعت القوضين بس مفيش غيرهم يا بنتي يا بنتي انا عارفة تفاصيل كل الشقة اللي في العمارة لا والله شقة قوضين بس طيب ما تخليها تفتح لك القوضة التالتة يا اما تحط حاجتها جوه القوضة وتفضلك الدولاب انا هنا بصت لها باستغرب وقلت لها يا اختي انت بتتكلمي عن ايه بالزبط دي شقة قوضين مفيش فيها قوضة تالتة يا حبيب تفهميني كل الشقة اللي في العمارة شبه بعض الشقة اللي في الجنب بتاعك كلها تلت قوض واللي في الجنب بتاعي قوضين تعالي معايا بصي وفعلا لقيت عندها قوضين وهنا انا قلت لها طيب طيب والقوضة اللي بيطلع منها الاصوات من يوم ما اسكننا فينها قوضة قوضة ايه واصوات ايه؟ القوضة اللي جنب قطي دي المفروض من عندك لان لما كلمت صاحب الشقة قالت ان الاصوات دي بتطلع من عندك وانت عندك تقريبا حد عيان في البيت وماردتش تحكي عليه لانك محرجة من الموضوع ده يا بنتي يا بنتي ايه الهابل اللي عمالة تحكيه ده؟ تعالي تعالي تفرجي علشان تشوف بعينك واخدتني على الطابق اللي تحتها ودقت على الجارتين في نفس اللحظة وقالت لهم بقول لكم ايه؟ انا عايزكم تفرجوها كم اوضف شقة كل واحدة منكم لو سمحتم وهنا هي فهمتهم ايه اللي حصل باختصار وفعلا كانت الشقة اللي موجودة تحت منها متكونة من قطين اما اللي موجودة تحت مني فكانت ثلاث قوط وفهمتني واكدتلي ان كل العمالة نفس الشيء الجهة اللي على يمين قطين واللي على الشمال ثلاث قوط وطلبت من الجارة اللي تحتي انها هتدي لي مفتاح الدولاب بتاعها لان كل الدوليب اللي في الجهة الشمال نفس المفتاح ونفس الشكل وبالفعل اديتوا لي وطلبت منهم ان هما تيطلعوا معايا واتفاجئوا لما دخلوا ولقي وشقتي قطين بس لكن القوطة الثالثة صحبة الشقة قفلت الباب بحيطة وعزلت القوطة عن باقي الشقة انا مسكت مفتاح الدولاب اللي اخدته من جارتي وحطته في الكلون علشان افتح الدولاب ويريتني ما فتحته لان شفت ابشع منظر ممكن اشوفه في حياتي متخينين لقيت ايه جواه لقيتها حطة في كل الرفوف علب ازاز وفي كل علبة موجود شيء من القزارة اللي بتستخدم للسحر بالزبط زي ما سمعتم كانت حاجات بتستعمل في السحر علب محطوط فيها اضافر وكل علبة باسم شخص وعلبة مكتوب عليها شعر فلان وعلبة مخصصة لدم الحيد وعلب فيها دم خنزير المهم كان فيه قصارب وصور للناس كتيرة الدولاب كان مليان بالعلب دي ومش قادرة انسى المنظر اللي شفته لحد دلوقتي المهم اتصلنا بالشرطة وجدته وكسرت الحيطة اللي بانتها صاحبة الشقة واتفاجئنا بوجود قوضة خاصة للسحر والشعوزة كانت القوضة مليانة طلاصم وكتب سحر ونجاسات وحاجات تانية بشعة كتير لكن الحمد لله مرت الازمة دي على خير معانا وانا دلوقتي عايشة في شقة ملك ولله ربي الحمد لكن الحادثة دي مستحيل انساها علشان كده انا قلتها لصحبتي دلال عشان تعرفكم وتحذركم انكم قبل ما تسكنوا في اي بيت اسألوا عليه كويس واستخيروا ربنا قبل ما تخطوا اي خطوة وهنا تكون التجربة الاولى خلصت ودلوقتي تعالوا نسمع التجربة التانية في يوم من ايام الشتاء كان وقتها اجازة واسناء مكولنا نايمين صحينا على صوت الباب بيخبط جامد جدا فتحت ام الباب وملاحقتش تقول تحرف واحد قطعتها جارتنا اللي كانت واقفة قدام الباب وبتتكلم بكل عصبية وقالت هو انا عمري ازدكم في شيء هو انا عمري عملت معاكم حاجة عمركم شفتوا مني اي فعل مش كويس انا ليه بيحصل معايا كده ليه هو فيه ايه مالك من صباحية ربنا بترزيه على الببان ومش مديه حد بفرصة انه يتكلم استهدي بالله استهدي بالله كده وفهمينا حصل ايه علشان نفهم لان مش فهمها مني كاي حاجة لكن جارتنا سبتها ومشت وراحة تدق على باب الشقة اللي جنبنا وبتحكي لهم نفس الكلام وكل الجران بيبصوا لبعضهم ومش فهميه حاجة من اللي بيحصل وجارتنا دي بتخبط من شقة لشقة وبتسأل نفس الاسئلة لحد ما نزلت جارتنا دعاك من فوق وهنا هي قالت لامي انا انا هفهمك حصل ايه اعذروها اعذروها هي من الصدمة مش عارفة نفسها هي بتعمل ايه والله انا نزلت لكم بالعافية على الرغم من ان جسمي مش قادر يشني طيب خير خير ان شاء الله هو في ايه استغفري ربك كده واعودي يا بنتي واحكي لنا ايه اللي حصل علشان نقدر نفهم ونلاقي حل باذن الله والله يا خالتي انا اتفاجئت لما ندهت علينا رحمة وقالتلي شوفي ولاد الحرامة عاملين ايه معانا ولقيتها مرعوبة فلما بصيت على باب شقتي لقيت مضموعة على الباب اصر لأيان كتيرة مرسومة بالدم بتقولي ايه دم ايه استغفر الله العلي العظيم او الله يا خالتي دم على كل الباب ومش بس كده احنا لقينا كمان راسعة صفورة وحطين رجليها في بقها ومخيطينها بخط اسود ومعلقينه على مقبض الباب بتاعي اما على باب رحمة فحطين رجلين بتاع ديه كرومي وبيقتروا دم على العتبة بتاعت بابها والدم مكمل لفوق لكن بصراحة ما كانش عندي جرأة ان اطلع واشوفها وواصل لفين اما رحمة بن الصدمة فبدأت تخبط عليكم على كل الجران وفضلت تسأل الاسالة دي وقتها كل الجران خرجوا وفضلنا في العمارة وفي اللحظة دي فضولي خلاني اهرب من غير ما اي حد من اهلي يشوفني وطلعت علشان اشوف الوضع فوق وفعلا كان فيه دم في كل مكان وقطارات الدم بدأت من عند خلط رحمة لغاية اخر طابق وفي النص ما بين الشقتين كان محتوط كيس اسود مليان دم وقبل ما توصل الكيس كان فيه ريش كبير مال الطرقة ما بين الشقتين بعدها انا فهمت ان ريش دي كرومي وكمان فيه الاحشاء بتاعته وكانت جوا الكيس انا قربت منه لكن قبل ما لمسه مسكون الجران ونزلوني على بيتنا ومنعوني ان اطلع مرة تانية علشان كنت لسه عيلة صغيرة كنت هدول تسع سنين المهم لما هادية الخلط رحمة جرتنا دعاء قالت لينا انا لما نزلت بيتك كبيرة الساعة السابعة من البيت علشان كان عندها درس خصوصي لمحت انها نسيت الكشكول بتاعها فروحت اشوفها من الشباك علشان انضح عليها في اللحظة دي سمعت صوت اشخاص كده بينزلوا جري من السلم العمارة وشفت اتنين طالعين بالسرعة ومغطيين وشهم قلت يمكن بنتي لسه في العمارة ففتحت باب الشقة علشان اشوفها واتفاجئت بوجود علامات الدم على الباب اللي قدام شقتي وبعدها انا لكن وهي بتحكي وصل جوزها اللي كان في المسجد اللي كان خرج علشان يشتري حاجات للبيت ولما رجع شاف مراته عندنا وفهم الموضوع وبدأ يحكي لنا هو كمان ايه اللي حصل معاها الصبح وهنا هو قال الصبح لما صحيت علشان اروح اصلي الفجر فتحت الباب لكن وانا نازل على السلم سمعت صوت كأن في حد دس على كيس او حاجة كده فخطيت خطوة علشان اكمل وانزل وتعت نفس الصوت لكن المرة دي كأن في حد هو اللي تعمد يصدر الصوت ده وكأنه بيقول لي دي اشارة تحذيرية منه واوعى تقرب او تخطي خطوة واحدة تانية انا ما خبش عليكم انا خفت جدا خاصة لما قدرت اميز ان الشخص اللي كان واقف ومستنى انه يشوفني هعمل ايه انا ما كنت شايف غير ايده ورجله من ضوء الامر لان الدنيا كانت لسه ضلمة لكن في شيء قدرت اشوفه وده بفضل ربنا وهو ده السبب اللي خلاني اتراجع وادخل للبيت وما كملش لما رفع ايده فضوء الامر خلاني اشوف حاجة وبدأت تلمع لما انعكس عليها ضوء الامر وعرفت انها سكينة علشان كده انا طلعت جاري لشاقتي وفضلت اكتر من نص ساعة ولما خرجت المرة التانية كانهم لسه موجودين لكنهم مات كانوا طلعوا للطبق اللي فوق علشان كده انا قدرت تنزل براحتي انا هنا اقول قيارته كانت تصل بالشرطة او عمل اي حاجة كان المفروض انها تتعمل لكن الحمد لله اللي حصل حصل بقى انا عارفة انكم عايزين تعرفوا احنا عملنا ايه في السحر اللي لقيناه او انكم على اقل توقعتوا احنا عملنا ايه فيه لكن للأسف ما عملناش حاجة او همت ما عملوش حاجة هم تلموا كل حاجة في كيس ورموه في مكانه ومش عارفينه لما ادركنا الخطأ اللي عملناه وكان المفروض اننا نبطل السحر في مكانه مش نتخلص منه قررنا ان احنا ندور عنه علشان نفك السحر بالرقية لكن كان فات الاوان لانهم معرفوش مكانه والشخص اللي اخده رماه محبش يقول هو رماه فين معرفش بقى اه هو تهدد ولا بسبب تأثير السحر لانه كان معمول العمارة كلها ولا ايه السبب محدش عارف اما بالنسبالي انا فضلت فترة كبيرة ما تجرقش ان اطلع العمارة الوحدي واذا طلعت انده على امي عشان ترقبني لان كنت بشوف خيالات سودة موجودة في العمارة واحيانا كنت بشوف واحدة عجوزة واقفة بتبصلي كانت فترة صعبة لغاية ما شفت الاسوأ فبطلت اخاف من موضوع العمارة والحمد لله انا عايز اعرفكم ان اهل العمارة كلهم اتأذوا في منهم اللي ما تجوزتش وفي منهم ما خلفتش وفي منهم اللي اتطلقت وفي اللي اتجننت واللي ما قدرتش تكمل دراستها والموضوع شمل الجنسين سواء بنات او ولاد كل العمارة اتأذوا لكن حابة اقولكم حاجة اخيرة الموضوع مش بقوة السحر ولا الشياطين كل الحكاية من اللي حصلت كان بسبب ان لا جز جارتي ولا جارتنا ذات نفسها اتصرفوا صح لما شافوا نازل بتجري وطلعين ومخبيين والشهم ولا حتى باقي سكان العمارة لما راموا السحر بدون ما يطلوه فالمشكلة مش في السحر وهنا انا بقول سورة البقرة في الاية اللي بتقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله صدق الله العظيم وهنا تكون التجربة التانية خلصت اتمنى ان احنا تكون تعلمنا منها حاجة وهستنى اردودكم في التعليقات كانت معكم دلال مع خالص تحياتي لكم جميعا وهنا نكون سمعنا التجربتين اللي بعتتهم لنا دلال بنشكرك جزيلا الشكر دلال الغالية على رسالك لينا التجارب صديقاتك علشان تشاركيها معنا ومع جمهور قناة حاودي ترام واللي قعد صياغتها طبعا من كاتب القناة علاء حسان واللي قام باخراجها علاء العزيزة لكم منا جميعا خالص الشكر على مجهوداتكم الرائعة وبنشكركم انتم كمان جمهور قناة حاودي ترعب على الوقت اللي قضتوه معنا في صهرة الليلة وبنفكركم كمان اللي عنده تجربة عشها او قصة مرعبة سواء مؤلفة او حقيقية او مستوحى من احداث حقيقية وحابب انه يسمحها هنا على قناتكم قناتكم انتم قناة حاودي ترعب ما يترددش ويبعتها لفريق العمل اللي رابط التواصل معهم هتلاقوه اسفل شاشة العرض ودلوقتي فضلا وليس امرا الاعجاب بالحلقة الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد وتعليق طبعا على اداء وتجارب النهاردة سواء بالنقد او الاعجاب والمهم دلوقتي او الاستماع الكامل للحلقة والمشاركة بها وكل الحلقات اللي فاتت في جميع مواقع التواصل الاجتماعي المشاركة يا جماعة المشاركة هتفرق كتير جدا وهي اللي هتخلي القناة تكبر المشاركة والاعجاب والتعليقات هي اللي بترفع من مستوى القناة معلش يا جماعة انا هتكلم معكم بصراحة كمية المشاهدات غير متطابقة مع عدد الاعجابات بالحلقة القناة عمرها ما هتكبر الا بمشاركتكم وتفاعلكم مع القناة فياريت بجد تشدوا حلكم معنا شوية علشان قناتكم قناتكم انتم قناة حواديت رعب وقبل ما نمشي بنقولكم كل سنة وانتم طيبين بحلول عيد الفطر المبارك شهر رمضان المبارك للأسف خلص لكن ان شاء الله نتجمع تاني في السنة اللي جاية واتمنى اننا نحتفل مع بعض بوصول القناة للمئة الف مشترك وتكون بدل الفرحة فرحتين كان معكم فرقان المدني في رعاية الله حفظه ودمتم طيبين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة